كلمنا على القطر بتاع العين السخنة العالمين العالمين العين السخنة اتحدثنا عن قيمته الاقتصادية والفرص البديلة والمبلغ الكبير اللي هتعمل المشروع مش عايز اعيد كل الكلام عندي قصة مؤسفة تانية او تساؤل مؤسف تاني انا بركز على كلمة تساؤل واتكلمنا عن 9 مليار وخرج وبعدين قالك 23 مليار السين كانت 9 وبعدين سيما زيادت 23 وانبرح كامل اه كامل قالك مش 23 لا ده هيكلف اكتر من 30 مليار دولار احنا على فكرة الرقم هيزين عن 360 مليار جنيه ده 1050 اكتر بكتر من كده ده تقريبا هتوصل في حدود من 30 ل32 مليار ولكن ده مش مرة واحدة وده مش كلها لسيمينس لا شهتتدفع شيف بقى العبقارية في الاتفاق الفلوس مش هتتدفع في الـ 24 شهر ده الفلوس هتدفع بعد ست سنين من بنقى المشروع يعني النهاردة انا هدفع الفلوس دي على عشرين سنة من الاول ما يشتغل يعني اه اه يعني هنقعد آآ 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 عشرين سنة ثلاثين انشاء الخط دول من جوا ست سنين بنسميهم الانشاء ووصول الوحادات المتحركة باعا يعني اجيال الجديدة اجيال ورا اجيال نعيش عشان حلمنا مهم ايه الجديد في الموضوع بقى اللي بيخليني افتح لك الموضوع سفير المصري في كندا نزل تويتا يتفشخر بيها ويقول لك عملنا مشروع ضخم وكده لكن حط صورة فيها خريطة كاريثية كاريثية لها ما بعدها وقعت شركة سيمس الامانية مع الحكومة المصرية عقد بانشاء خدوط سكة حديد فقيقة السرعة بطول الف كيلو خلال الاراضي المصرية قطار سريع بسرعة ماتين وخمسين كيلو في الساعة يمر بالعين السخنة والعاصمة الادارية وجنوب القاهرة ومدينة ست اكتوبر جنوب وشبكة اقليمية بسرعة مية وخمسين كيلو مرن باربعة وعشرين اه 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 محطة لو اه اه قبل موركي الخريطة اكيد تسألت زينا لما هو اه الف كيلو بيمر في مصر كلها ليه اسمه الشائع يعني قطار العالمين لعين السخنة ده واحد هتقول لي غلطة تمام ليه اول مرحلة من مراحل هذا القطار التاريخي تكلمنا على كل حاجة يعني تكلمنا على تفاصيل مش عايزة عيدة هذا هذا المشروع التاريخي ليه اول مرحلة هي العالمين عين السخنة يعني انت لو بصيت للاحتياجات ده حتى العاصمة الادارية اتحطت كده الحكاية العالمين عين السخنة العمين بح متوسط عين السخنة بحل احمر ليه العالمين عين السخنة اول حاجة ليه لو لو بالنسبة اللي احتياجات في احتياجات اكثر عاجلة بشكل اكبر واسرع ليه لتعلمين عين السخنة طيب مش ده السؤال منطقي اعتبروا سؤال منطقي نشوف الخريطة اللي السفير المصري في كندا كان رفحها مع التويتا وبعدين حزفها فورا وقال انا اسف حصل غلطة خريطة اللي حطيتها السفير المصري بكل بساطة الغلطة اللي السفير المصري في كندا عملها الغير مقصودة حط خريطة القطر المصري بتاع العين السخنة ابو تلاتين مليار بقى جانب خريطة مشروع الات عسقلان اللي علنت عنه اسرائيل بعد التطبيع مع الامارات فاكرين الات عسقلان طبعا دي التويتا دي الخريطة دي الات عسقلان الات عسقلان فاكرين ويفت نفس الوقفة دي كده ويفت نفس الوقفة دي كده يما اسرائيل اعلنت على هذا المشروع بعد الاتفاق العار مع الامارات وحكينا عن الات عسقلان اللي هو ايه مشروع تصدير البترول اه الاماراتي اللي هو هيبقى البترول الخليجي بعد كده كله عن طريق اه الطريق البر اللي هيعد من الممناكة الانبيب اللي هتعد من الممناكة السعودية وبعدين تيجي لا خليني في السورة الاولى لو سمعت تيجي الالات هنا الات اللي هي مرش راش ها واللي مصر سابتها الاسرائيل وهذا المشروع لم يكن ليتم لون ان مصر سابت بعد كده يا ابن احنا وحكومنا عسكر تيران وصنافير عشان يكتمل المشروع الاسرائيلي عشان عارف انت لما توسع الاسرائيل نوسع الاسرائيل فعملنا اه الات عسقلان اه هيجي خط انابيب من الامارات تنضم لي السعودية بعد كده لتصدير الغاز وده اول مش اول مصمر ده مصمر رئيسي عرض كده كده في نعش قناة السويس خلاص مصر فتحتش بقها ولا اتكلمت ولا اي حاجة قوم السفير ارجو التكرما بقى نقل للصورة التانية قوم السفير في كندا نزل الصورة دي غلط وربط بين هذا المشروع احنا العين السخنة القطر ده عين السخنة العالمين ها باح الاحمر باح متوسط ومع مشروع الات عسقلان اللي هو بيوصل برضو من البحر الاحمر للبحر المتوسط حطها غلط وبعدين شالها فورا وقال لك اسف يا جماعة حصلت غلطة غير مقصودة والصورة دي مكانش المقصود بيها كده اه الخريطة وبعض البيانات الواردة في تغريتي تبدو غير دقيقة وارجو الرجوع الى المصادر الرسمية احمد ابو زيد طبعا احمد ابو زيد الترقاعة له ترقاعة تاريخية يعني يعني طبعا غلطة اه اه كبيرة جدا بس مش هو بس اللي غيرت الغلطة ده كامل في مدخلته مع عمود خيمة التعريض قال جملتين مهمين جدا نقل البضايع اهم من نقل الناس نقل البضايع اهم من نقل الناس على جنب كده عمل فين قناة السويس لكن خلي الجملة دي عندك عشان هنحتاجها احنا بنربط دلوقتي البحر الاحمر بالبحر المتوسط المينة السخنة بمينة اسكندرية المينة الرئيسية والمينة الجديدة الجواعدة في غرب مارس مطروح باربعين كيلو مينة جرجوب البضايع تصدير الفوسفات المصري من ابو زارتور انا سفاجة وده موضوع مهم جدا بالنسبة لنا في الفترة اللي جاية اه اه استراد الامحي زي ما قلت سفاجة والاستراد كاملات الامحي اهو مسلا افاندم اهو الناس ما كانتش فهمة موضوع نقل البضايع ده الناس كلها دماغها انه قطر شيك الناس تركب فيه وتاخد وجبة غداء مش عارف بكامه يعني الناس ما كانتش شايفة البعد الاقتصادي ده بتاع فكرة ان احنا حننقل بضايع بشكل واضح من مواني الى مواني ولما عمود الخيمة سأله هل ده بدل قناة السويس كامل رده وقال كده الموضعات متربطة يا سيد عمر فيه خطة احنا بقول لحيتك احنا مش ماشين كده لا ده فيه خطة اولا لتعظيم شبكة النقل البضايع والركاب في مصر سيبك بالركات للربط مع دول الجوار للربط مع دول الجوار وربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط والنقطة لحيتك كلمت فيها مش هنتكلم فيها دلوقتي هي جواتها ان شاء الله بإذن الله وهي ربط البحر الاحمر زي قناة السويس الجديدة او غيره خلينا بس نتكلم في ده دلوقتي فنحط نحط نحاول نجمع الصورة مع بعض لعبة شيرة جدا ولد اول بيبعانه سنتين كده تلات سنين بيلعب لعبة اسمها البازل باين لو يجمع الصورة وبتاقي نحاول نحط الحاجات مع بعض اول حاجة مرحلة في المشروح هي مرحلة العالمين العين السخرة نقل البضايع طلع البتاع على نقل البضايع من البحر الاحمر للبحر المتوسط. عمود الخيمة سأل واكد عليه يعني ده لربط البحر الاحمر بحر المتوسط ده للمرة التالتة. مش عايز يتكلم على الموضوع دلوقتي. سيد عمر هيربط الميناء الرئيسية في مصرع البحر الاحمر وخلي بالك حياتك من الكلام انا بربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط من ميناء السخنة حتى ميناء اسكندرية وميناء جرجوب. الناس اللي مش واخد بالها. قناة سويس سكة حديد. يا أستاذ عمري انا مش عايز اتدرك لنقطة دي بالذات دلوقتي. اكلم حدك فيها بعدين. واكلم الأستاذ نجيب فيها او الموانس نجيب فيها بعدين. مش عايزين. تعال بقى نشوف قلنا لحضراتكم ايه عن موضوع عسقلان وقلات مشروع الاسرائيلي الاماراتي اللي مصر مفتحدش بقها فيه. اللي بيهدد مش بيهدد. ده تهديد وجودي لقناة السويس. درت تاج مصر. الاتفاق اللي تم تتشينه النهاردة اللي هيخرق قناة السويس من اللعبة. اتفاق اماراتي اسرائيلي لنقل النفط والبضايع من خلال الكيان الصهيوني. يمشي البترول الاماراتي هنا في حاويات. ايلات اللي هي من الرشراش اللي احنا سبناها. هذا الاتفاق. ويعد الاسرائيل. يخش على ايلات. ومن ايلات يتنيل برا لعسقلان ومن عسقلان لاوروبا. طيب. قال لك الطريق ده. اوفر من طريق انه يفوت كده نقلات البترول تيجي تعدي. وتعدي تروح لقناة السويس. طيب. هذا الاتفاق. اللي هو اعلان حرب على قناة السويس. هذا الاتفاق. لم يكن له ليتم من غير حاجتين اساسيين. ايه الحاجتين? الحاجة الاولى ام الرشراش. اللي هي اسمها ايلات المنفذ الوحيد على البحر الاحمر. لو ما عندهمش منفذ على البحر الاحمر. فيش اي حاجة من ده هتحصل. طيب. الحاجة التانية صرد ان مصر فرطت في ايلات. يخلص الاتفاق ده برضو ما يخلص. يخلص بايه? يخلص بتيران والسنافير. الحتة دي كده ممر دولي. مصر ملاش دعوة بيه. طيب لو تيران والسنافير من السعودية. لما تيجي هنا ما يقدرش الخطة دي كلها هتقف في البحر الاحمر. ليه? لان الحتة دي كلها خض علينا. اي حاجة هتعد من هنا لازم احنا نعديها من قناة السويس. فالقطر ده ليه? الخلاصة؟ بيعني ايه؟ بيتحليلنا رميه ايه ايه ايه. رميه وما انساء والما نقوله ها. انساء والما نقوله ها. انساء والما نقوله بس احنا مش بننساء. الحكاية ايه اولا في تقدرنا اقرار بيزدال السطار على قناة السويس ثانيا مصر لن تقف عقبة في طريق المشروع الاقتصادي الاماراتي الاسرائيلي وده طبعا اكيد الامارات الاسرائيلي السعودي في نقل البترول عن غير طريق قناة السويس وده متوقع جدا في ظل الحكم انت بيحكمك اللي يقرب منها هنشيله منقوش الارض الكرسي الحكم مش البلد كل مصالح البلد انتهكت انتهاك لا يطلق عليه سامحوني لاستخدام هذا التعبير اكتر من مرة غير سطح الواتحة مادة انتهكت كل اللي هي مصالحنا القومية ومصالحنا العليا ومصالحنا شديدة الخطورة انتهكت انتهك كامل بشكل غير مسبوق في عهد الفرعون الجديد كل حاجة كل حاجة تم انتهكها كمية الاتمال اللي بتدفع كل سنة ليستمر هذا المجرب في حكم مصر غير مسبوق اذا ما عندناش اخرينا الحكاية اطلق طبعا ابسط سؤال تقول له ايه تقوم قلع جزمتك جزمتك مش قال لي حاجة وده تبقى شيء محترم وتقول له اما الايه اخبار الحفرة اللي اتعاملت لكاكل لتطوير قناة السويس باربعة وستين مليار يا ابني احنا فلوسنا كتير يا ابني مش دي بلد العوز اللي عالعت كتفها وقرعت بانطلونها مش دي مش دي مش اللي فوق قرعاوي مش دي مش دي اللي الناس راحت مدخراتها في الحفرة وبعدين قاعد يقول لك كسبت وبعدين وخناة السويس بتكسب ومحتاج تطوير وبعدين تلعت اخر رفع الروح المعنوية مش دي ده سؤال كده يا الهام اه مش يعني قناة السويس اللي اتعاملت دي التطوير ده كان ليه واحنا نملك من امرنا حاجة احنا عملناها الرفع الروح المعنوية جت اسرائيل والامارات لبسونا اكبر خبور ها 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 هندسي ومشي بالمشروع طب نعمل ايه في مسل جميل جدا بيتقال في مصر انا مش اقوله طبعا بس عدلك هتفهموه بيقولك الحقلك معلقة قبل طبع الفول ما يخلص يعني ايه يعني ايه مصر كلها عرفة طبعا اه اه اللي هو اه اذا ما عندكش خيارات بقى فانت ايه تحاول تاخد جزء من حصة التجارة يعني انت بتعمل بديل تاني عشان اسرائيل والامارات والسعودية يحنوا عليك ويدوك نسبة من البضاعة نقل البضايع البضايع هتوصل البحر الاحمر يبقى عندها طريقين لنقل البحر المتوسط طريق القطار السريع وطريق اللي هو الاسرائيلي اللي هي عاملة قطر برده صح؟ من الات العسقلان يبقى عندك طريقين يعني تديني حتة جنبك كده تديني نسبة 10% ولا 15% قناة السويس يعود عليك ربنا قد يكون هذا التفسير ملوش اي قيمة خالص يفسر لبعض الناس اللي بتتساءل ليه؟ طب ما فيه بدايل تانية ليه؟ اخرس يا كلب مصر جابت جون زي جون الغاز احنا خلصنا مشروع الغاز لا خلاص ده خلاص في الأوكي ده خلاص في الأوكي الغاز الغاز في الأوكي خلاص مصر عدت به حتى الساعة مش مستحملة احنا دخلين في المشروع التاني نلحق قال له الحقلك قبل ما يدوروا الحقلك بتاع قبل ما يدوروا البتاع قبل ما يعمموا سطح الواتحة مادة الحقلك بتاع فمصر بتلحق لها بتاع مصر بتلحق لها بتاع مش كده كاميل قال له اللي مش عايز اتكلم في الموضوع دل الوقت مش عايز اتكلم اللي هو اساس ام الموضوع نقل البضايع ها؟ ما حدا اقول هتجنن مش كنت زيكم هتجنن والله العظيم كنت زيك هتجنن كن يا جماعة ايه حكايت انا مين كان مش سألت من لسه من يومين قلت هو فيه كان بنا ادم هيطلع هيقضي الصيف بقى العلمين والعين السخنة يعني هيبقى الحكاية كده العلمين والعين السخنة فيه كان بنا ادم يخدم كان بنا ادم بغد النظر ان العاصمة الاجرية هتبقى عاصمة مصر الجديدة عاصمة ملك مصر الجدد هتقولي الجنرالات احتمال يكونوا غير الجنرالات الجنرالات ليه؟ ليه يبقوا الجنرالات؟ لا والله ممكن يكونوا ناس تانية خالص ويبقى المشروع ذاتنا في دقيقنا هزا هاديني بخطرف معاكم ها؟ يبقى المشروع ذاتنا بتققنا ذاتنا بتققنا ازاي؟ يعني يبقى ايلات على العسقلان على العلمين والعين السخنة نفتح الاتنين على بعض حتة دي كلها بها مش ده من مشروع من فراط للنيل؟ مش كل ده يخدم مشروع من الفراط للنيل؟ خطرفة يا جماعة مش من حق خطرف شوية ها؟ زي ما خطرفت من خمس سنين كده بمباية النيل اللي تصل لاسرائيل خطرفة 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 فليه ممكن العاصمة دي تبقى العاصمة بتاعت حاجات تانية خالص وناس تانية خالص وحكاية تانية خالص وليه قالك والليه؟ والليه فرط مرة وهو التفريد ده مرة يا ابني وبعد كده بتعتد علي عادي يعني مش صح ولا غلط صح؟ بالذات لما تكون استدبعت المرة دي مرة تانية يعني هم الرشراش فاتيران وصنافير فتبقى وعاصمة ادريه ايه يعني؟ ايه يعني؟ تاعت استغرب يعني؟ مصر كلها في حتة؟ وأصحاب الفكر المتقدم والمتنور في حتة تانية بيلعبوا في حتة تانية خالص تسأل ايه علم الشارع؟ يد معايا تلاتين مليار دولار تلاتين مليار دولار ديكو كاما باشا؟ مش مهم كاما باشا؟ يعملوا تلات تلاف مستشفى مثلا يعني؟ اعمل بيهم تلات تلاف مستشفى ولا اعمل على مين العين السخن؟ ولا اعمل بيهم عشر تلاف مدرسة؟ انا مش هرد عليك انا؟ مثلا يعني؟ اعمل مشروع تعليمي في عشر سنين تلاتين الف مدرسة بثلتمائة جامعة جديدة مثلا يعني؟ على قصص حقيقية عشان بعد عشر سنين مصر تبقى عندها فائز من الناس اللي بجد والخارجين اللي بجد واللي تعلموا بجد مثلا بلاش دي؟ نخليها صحة بس؟ مثلا ولا اعمل العالمية؟ لا في الكفيل طلبات الكفيل او الوكيل اللي اعتبرك بجيب ليها عم الراجل وهو بيقولك هديتنا القومية اللي انقزنا من آخر لحظة اللي ما اعتبرك صمام الامان لبقاءه وقيلت الجملة آلاف المارات آلاف المارات بكل الاشكال صمام الامان لبقاءه وجود الجيش المصري في سدة الحكم هو صمام الأمان لبقاء إسرائيل إسرائيل أكدت ده زي وجود السعودية في الوطن العربي ما هو صمام أمان لبقاء إسرائيل وترامب أكد ده وإسرائيليين أكدوا ده مش أنا إنما هم بيشتمون أنا ما بيشتموش إسرائيل ولا أمريكا ما بيجرؤوش على كده ما بيجرؤوش لكده يقولوا كده اللي بيقولوا الحكاية ما بيشتمهمش بيتهمونا إحنا بالخيانة والعمالة والبتاة يا عم يا مش أنا اللي بقول هو اللي بقول ما ترد عليه لأ أنا هشتمك أنت لأ أنا هعتبرك أنت خاين يا عم يا مش هétat اللي بقول ده هم اللي بيقولوا ترامب طلع علي كل الكلام ده ما حدش رد عليه جنرالات الإسرائيليين كل يوم بيقولوا هذه الكلمات فين يبني الجنرالات رئيس المساد مسلا مسلا يعني لدعتي الجل فتح سيسيا كانت مدلיק مستوى في يوم عظموط على المعصة التي قمت بعمل في 2013. لأنه حقًا قمت بعمل سخف. أنت تعلم أنه ستبدأ. لا يوجد لنا شمت عن موسيقى كيف كان نرى المزرح التقليل. لو خس وخليل الأخير الموسلمين كانوا يتبعون في مصرحة في مصرح. موسيقى في مصرح التقليل. موسيقى في مصرح التقليل ليسوا على المزرح التقليل. وموالا في المزرح التقليل البدل פתח סיסי כנסי מצרים . . . . . . . . . يمكنك التقديم للإعادة التقديم للمتاعدة هل هم هفיכة صبعية أو مهفقة. وهي ممش لا مهمة. إنه ترمينولوجيا المهمة بقط لطلق قصوات الأمريكين التي لا يمكننا أن نتعاد أبداً كفها صبعية وكما يمكننا أن نتعاد أبداً كمهفقة. هذا بالدور, أسهل في الناس. ليس فقط لا مهمة. هل تكرهون من ذلك؟ ولكن هذا العمل الذي يجب أن ينظرون أنه قد الفتح سيسيا كان بكثرياً في اليوم العالم على المعاشة التي تحدث في 2013. قالك على رأيي أنا وجهة نظر أنا قد تأسيسي ممكن يضيق الشمعدان بتاع إسرائيل في يوم تأسيسها على اللي عملوا في 2013 ده نور الشمعدانات كلها حضرتك ما خلا الشمعدان ما نورش شمعته حقيقة خلي بالك كامل وزيري حطي على جنبي يعني قلت يعني عشان الله أهي ما عارف قالك إحنا معانا والبتاع ده بتاع ده هيمتد للسودان وليبيا الله العظيم الواحد ما عارف يعمله في نفسه قالك القطر ده هيمتد للسودان وليبيا ليه يا ابن بالسودان مطبع معانا وليبيا ان شاء الله تلحق بينا نبقى كلنا عيلة واحدة عيلة واحدة في خدمة إسرائيل